مديش أنا أبدأ بس فقد نقول الله يجامل في خير أثبتها وللمرة المليون إن هم أبخل الشركة في العالم إحنا نسميه لتشا يعني عاللي ما يطلع منهم شيء اللي بتطق ونطاق ميهويو أو هويفرس أنت بتسميه حطت إفنت جديد موبيل كل يقدر يشارك فيه مربوط بستريمرز بشكل رئيسي ووظفوهم بروات بريالات بدون مجاملة بريالات خلنا نبدأ والله أبدأ في هذا كله لأنه يمكن بعض الناس يقول عبد الرحمن الكلام اللي تقوله معناه أنه يعمر راح نسجل في برنامج أي أحد سجل غلطان مو بصحيح أنا بسجل في البرنامج بدون مجاملة مبلن الجواز حقيته أبوث هذا الريال قيمة ما أحد يبيه هذه إذا جات خير أفركة ما جات طز تمشي بحالها بس مهم أنه نزيد عدد العرب المشاركين في البرامج هذه عشان خليهم يهتمون في الطبق العربي أكثر وأكثر وأكثر فإذا أنت صاحب بثوث يتعرف واحد صاحب بثوث حرصوا عليه يسجل آخر يوم بكرة أو العقوب بكرة بإذن الله لازم يسجل ويدخل في الطبقة هذه لأنه إذا دخلنا إحنا وكنا جزء من الطاقة الإعلانية حقتهم راح يحاولون يخدموننا بالمحتوى حقه مهم جداً شيئاً أحباً سأبدو مجملة الآن الإفنت بين فترة وفترة الإفنت هذا يجي اسمه ستريمر ريكروتمنت إفنت والتويتش ستريمر ريكروتمنت إفنت الفكرة حقيقة ببساطة أي شخص يبث في التويتش سواء عندك ثلاثة ولا أربعة يتابعونك ولا عندك أربعة مليون يتابعونك بالرقم علي بس أنشان أقول لكم أي شيء بينهم يمديك تحاول تقدم على البرامج هذا الشروط حقيقة ما أحد يدي شالفات تحت بي أوي تسألهم يقول لك أه؟ ضعيم ما يدونش السالفة الدق عليهم مرة اثنين ثلاثة وقل لك جوال جديد معي ممي هوي هوي وفرس شركة ثانية شركة ثانية شركة ثانية ما أحد يدي الشروطة حرفياً ما أحد يدي الشروطة توقعي توقعي أن عندهم رسيط معين من برايم وجيم يقدرون أن يزعون أكثر مننا لأن يطقونهم الشركة الأم فيقول أخلصت العيدية أشوفكم الشهر الجاي أتوقع يقول لك أن الإفنت هذا 2.7 بدأ في 23 مايو ورح ينتيه في 27 فإذا في أحد من الأشخاص اللي التابع يسوي بثوث ما سجل قل لي يسجل يمديه يسجل ما عليك من اللي بقول لك كله كله واقع الكلام اللي بقوله وسيء ويعاكي الصورة غير طبيعية سيئة بس مهم وجود عرب في البرنامج هذا للواقع للأسف الواقع ما يهمنا من الخربطة هذه المشاهدين والناس اللي يغطوني وتابعونا يسوون دعم يغطي أبو أمي هويو عن بكرة ليهم بس مهم نكون موجودين في البرنامج هذه كعرب مهم لكم موجودين مفروضا نتسجل في البرنامج من 23 إلى 27 راح يجيكي من الفتريخ 30 يقول لك أوه اسمك قبل ما نجيح السالفة انترا في البرنامج تمام وضعنا بخير وبركة ويبدأ مدة الإفنت 31 مايو ويستمر لثاث سابيع تقريبا وينتهي في 21 جون يبونك تسوي تحديات معينة شروط في الفترة هذه وبناء عليها بيعطونك برايم وجم اي 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 اغلبية الناس قالوا اوه برايم وجم لسكو يعني في كرم في السالفة خلني وليك البرايم وجم اللي يعطونك ايا وبختار الكلمات اللي هم حددوها مش اللي انا حددت اوكي الفنت الاساسي برايمير استريمر تشانج يقول لك يمديك تحصل على كمية أبتو يعني كحد اقصى ستمية واربعين برايم وجم وحطي لك الشروط حقتها اذا بثيت اكثر من 24 ساعة اذا بثيت اكثر من 24 ساعة يعطونك ستمية واربعين برايم وجم خلني بس اول يكم كم ستمية واربعين برايم وجم لان موجود عندنا التحويل مباشر ما راح اسب ذي اللي علي سار لان ارقام هاقلي الى برقل اللي فوق ذي خمسة عشر دولار تعطيك تسعمية وثمانين زائد نوع عشرة اللي هو الف وتسعين برايم وجم ناخذ منها ستين بالمئة تطلع معنا قرابة ثمانين او ثمانية دولار اللي تعطينا ستمية واربعين برايم وجم ثمانية دولار ثمانية دولار اتعادل ثمانية وعشرين ريال الى تسع عشرين ريال اشان تبث لمدة اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة يعطونك ثمانية وعشرين ريال من الى برايم وجم يعني كل ساعة بريال يعني كل ساعة تبثها بريال اذا بثيت اكثر بيدفع لك بحانت قال لك والله انتخطى رقم واحد بس يقول في تحديات اضافية عن طريقة يمديك الحصول على اكثر كمية اكبر من الى برايم وجم هيا بنا الان في احتمال في احتمال اقين كالعادة في خطأ في الترجمة وان ذي تضف على هذه في احتمال واللي ما رح يحل المشكلة بصير الراتب ستين ريال اي في تحسن من ثمانية وعشرين ووضعنا زين يعني ساعة بريالين وذا التطور تلقيه جادة الحمدلله ويقول الان في تحديات اضافية قولي اذا لم امداك تجيب ساحبات كافية يعني انت من ساعتك ففي تحديات اضافية من تكتسويها يقول لك اذا سويت التحدي الدور التاسع من اسماير لبس رح نعطيك عشرة برايم وجم وبترى لك الحالك هتعطي اخواني عشان الواقع من كفي اذا سويت دور 11 رح نعطيك عشرة ثاني عشان احنا كريمين وكذب اذا سويت 12 يا الله يا الله اللعبة تعطيك 150 حاطيك عشرة على المهم ما يهم ما يهم هذا التحديات الاولى بس اذا انت زعلان من 30 برايم وجم لا تخاف بابا حبيبي في جوائز احسن منها قدام اذا دخلت اللعبة خمسة ايام من التالية وسويت له بذوذ وغطيتها رح اعطونك عشرة برايم وجم مثاني شرايك ها عديه خلاص محتاج غطوا لا تسعلاني شكلك واضح اذا دخلت عشرة ايام من التالية نعطيك عشرة فوق ها ولا تعلم اخوانك تلانتر محيدي لعطيناك ادخل خمسة عشرة ايام اضافي وعشرة برايم وجم يا الله يا الله لا لا خلاص قرانتيت الفافستار قرانتيت الان تقول والله عبدالحمن قال الاسف وجاء لي فافستار وخسرت هل يمديني اسحب واجب فافستار ثاني صحيح يمديك الواقع يمديك لانا عندهم جواز اضافية تحديات اذا كل يوم تدخل تسوي المهمات اليومية حقتك الكوميشنز وسويت خمسة ايام التالي وربعط يعطونك عشرة برايم وجم انطبع مرح تضمن الفافستار بالعشرة هذي بلك اللي تحتم ذا دي ذولي سوها عشرة ايام عشرة ثانية برايم وجم سوها خمسة عشر يوم عشرة ثالثة برايم وجم يعني ثلاثين اكروف خمسة عشر يوم ونعطيك ثلاثين برايم وجم خنبس اشرح اشي اللي بصير اذا سويت كل سومايرل لبس وسويت لوقين خمسة عشر يوم التالي ادخلت اللعب خمسة عشر يوم التالي وسويت المهمات اليومية خمسة عشر يوم التالي وانت قاعدت تبذ طوان اوكي انت خلنا نحسب قبلتها في اللعبة كم تسعين صح؟ تسعين يعني عندنا دولار الواحد يعطينا ستين دولار ونص يعطينا تسعين دولار ونص يعني عادل كم؟ خمسة ريال اذا اشتغلت الشغل ذا كله خمسة ريال هذه تستاهر صراحة الله الله قدمه وترى في في فرص وظيفية ممتازة دا كله خمسة ريال دا الشغل والله مسخرة قسم بالله خمسة ريال حرفيا انا طبعا بيعطونك اشي اضافية اوكي لانه واضح ان اللي فوق يمكن ما يضمن لكنه انا انا قاعد اضحك انا قاعد اضحك انا قاعد اضحك عنو وتعرف لما يقول لك شرور البرييتي ما يضحك لما يقول شي انه يزعل و بساري شوي يضحك المسخرة هذه انا موم الجدول اعطوك اشي اضافية كده معنومات لان يعلمونك وحمسونك كل الشغلة هذه يقول لك لازم اذا دخلت مون بس انك تدخل تسوي المهمات اليومية تلعب على اقل ساعة واحدة يوميا عشان تنحسب لك الجزء اللي من الخمسة ريال يعني مريكا مثلين هلالة عشان تنحسب لك تروح عليك حلقا انت تراضي مضمونة فاهم السهر تلعب على اقل ساعة واحدة يوميا حلو؟ الان انا سويت اليوم الاول في عشرة اليوم الثاني عشرة ثالث عشرة خاص عشرة اللي تبيه وبعدين اخر يوم في الاسبوع يدلعونك لان انت حظت على اسبوع كامل فيعطونك شي حلو يعطونك سحبة واحدة الان حطه في بالك انت قعد تبث لعشرة عشرين خمسين مية ميتين اربعمية ثوانمية ألف شخص وتسوي علان اللعبة بعد اسبوع يعطونك خمس ريال وسحبة واحدة انا عارف عرض مغري صراحة جدا جدا مغري الان اذا كملت اسبوعين ومتعب الشي هذا طبعا بس انت مشو الله قدها وكملت اسبوعين يعطونك ثلاث سحبات اضافية شي محزن حسن شي يسوي الان ثلاث سحبات اضافية صدت عن تندي وانا قاعد اقرأ قريتها يقول لك لا معناها كان يقول لك هل يمديك تاخذ المية وستين ثلاثمية وعشرين وستثمية واربعين يمديت اخذهم فوق بعض في طارك رقم كده داسم ما هو يزعله يقول لا خبر انت مجنون تطيح السوق حين لا لا يا انه يجيك مية وستين كحد ادنى او كحد اقصى سثمية واربعين ما يجيك المجموع يعني اقين رجعنا للثمانية وعشرين ريال ويقيد ويقيد مع الوقت ان شاء الله الزيادة تيجي الكلام بعد الغبنة شنهي ان ذي الجواز ما رح تيجيك على طول يعني مو بتقول والله كل يوم تسوي لوغ ان يجيك عشرة ويجيك سبع يوم عندك سحبة وتسوي خربطة لا ما يجيك ذا كله رح يتراكم ويجيك بعد ما ينتهي اليفنت اذا حدده وانا انت كملت الشروط هذي اعطي اعطي ان المجموعات لا يستخده في الوقت الحقيقي المجموعات ستخده بعد الغبنة حط في بالك ان الجواز ما رح تيجيك بشكل مباشر ونحظي رح تيجيك بعد ما ينتهي اليفنت اليفنت ينتهي في واحد وعشرين جون الان فوق هذا كله وذا الكلام اللي بقول الان بحاول اكون مبهم وعمدا ان اكون مبهم ومتحفظ كلامي وبخليكم انتوا تستخدمون عقولكم وذكاءكم ليش هم طالبين الشي هذا حلو؟ طالبين شرط اساسي وجود الاي دي حقك في وسط البث شي منطقي كثير من الناس يمكن ان يدخلوا معاهم قبل ما تعملوا معاهم يقولون يا لانشان يعرفون اي دي حقك وعرفون الحساب حقك وانو يحولون البرنامج فيه منطقي الواقع لما تسجل في البرنامج هذا وتلقط راح تعبي الاي دي حقك رقم الدسكورد والايميل والخربطة كلها كلها بتقدمها قبل يبالله احتاجيك الايميل اللي راح يجيك مفروضا في ثلاثين اذا البرنامج حقهم ولاه بل استوعب ان انت من درج في البرنامج الاي دي موجود عشان يتأكدهم فعليا ان حسابك واذا في شي غلط صويته يقدرون ينصلوا لك لانهم يقدرون ينصلوا لك في الواقع انا ما يقدرون يعرفون انا اين ما يقدرون يقفلوا حساب التويتش حقي ذا يصبح لهم يعرفون اي حساب انا قاعد تلعب فيه وقاعد اكسر القوانين فيه وما راح اتكلم كثير من كذا فقط الان بقول كلام وانا اعتذر اذا يمكن يصدر مني كلمة بذيئة ولا خادشة للحياء بس اللي قاعد اشوفه قدامي اهانة لكل شخص يغطي اللعبة او حتى الناس اللي يلعبون اللعبة لو كذا كان يفن داخل اللعبة انه يطلب منك انك تلعب اربعة وعشرين ساعة من التالية عشان يعطيه جوائز يمتها ثلاثين ريال وقاحة ودناءة من مستوى ما توقع الواقع ان تطلب من اشخاص يتعون اعلان للعبتك فانت رابحوا الريدي من طرف معين لتصير بخيل تصرف ما اقول لك كريم لتصير واقع لتصير واقع ما بحس لكن رو اقل عط شوية يعني لتخلي يبين المعدنك في التصرف لكن رو اقل اللي نشوف هذا مبعن المستوى عربي على المستوى عالمي عرب اجانب امريكان نود كوريين ابانيين صينيين هذا تفل في وجه الكل اشتغل اربعة وشرين ساعة عشان نعطيك ثلاثين ريال فيه انا اتعب ان اقولها وفوق هذا كله اعيد واقول اذا انت بث ولا انت تتابع شخصي بث وان اولهم ان انصحك تسجل في ذا نحتاج عرب يشاركون في برنامج هذا وما يهمنا ذي ذي كلها منسحب جينة تشيشي في الخير هذا ما يهمني الجوائز حرفية متهم ذي حرفية منسحب وجينة تشيشي بضيع الفاضي اللي هم نكون طبقة او اللي جزء من الطبقة الاعلانية حقتهم كعرب ونحاول نرفع من قدرنا وهميتنا بالنسبة لهم شي نرفز ان نضطر نشارك في برنامج زي كذا بس مازال مهم نكون جزء من العجل هذي حط في بالك اذا انت بتشارك خلال فترة الاعلان تحفظ وبعد عن النقاش عن التسليبات والخربطة والأشياء اللي مم مسموح لها من طرف الشركة عشان لا تضرح سابك بطريقة ثانية فقط لا اكثر ولا قلب والله ماذا يقول والله اني اضحك وعصب اضحك وعصب لما يشوف الشيئ ذا اعتبرنا شاركوني اراكم شاركوني اراكم متأكد في بعضكم يقول الحمال الحمال ربك اعطوك تسعب رايب وجم ارفع من قدرك يا ابني ارفع من قدرك والله انك تستهل الحسن من كذا والله انكم تكلكم تستهل الحسن من كذا لا ترضو بالقليل لانه بس انكم تستهل الحسن من كذا اعطوك بتسعب اشتراك المهم نكون جزء من العجلة هذي المهم نثبت وجودنا مهم يكون جزء من الإعلان مع أن الأغلبية لا يقبلونها آخر مرة ما يقبلون العربي واحد بس لازم نحاول لازم نحاول موسيقى